تسلم اليوم والوزير الجديد للبيئة والصيد محمد أحمد بودو مهامي رسميا من الوزير السابق برا محمد وذلك في مناسبة جرت بمقر الوزارة بحضور الوزير الأمين العام النائب للحكومة المكلفة بالإصلاح حسن أحمد باتشا والعملين بالوزارة حارون أبدا بحضور الأمين العام النائب للحكومة المكلفة بالإصلاح حسن أحمد باتشا جار حفل تسليم وتسلم حقيبة وزارة البيئة والصيد بين الوزير السابق برا محمد وخلفه محمد أحمد انبودو وقد شكر وزير البيئة والصيد السابق برا محمد رئيس الجمهورية على الثقة التي أولاها إياه والدعم الذي تلقاه خلال 17 شهرا بالحكومة وأشار إلى أنه قد تم إنجاز العديد من الخدمات خاصة في مجال الحفاظ على التنوع البيئي والتغيرات المناخية ومكافحة الصيد الجائر والكفاح ضد التصحر إلا أنه قد أوضح بأنه لا يزال العديد أمام الوزير الجديد مثل تنظيم الأسبوع الوطني للشجرة بكوروتورو وتحويل قرية بون خارج حدوط الحظير الوطنية لزاكومة ومنع قطع الأشجار من جانبه وزير البيئة والصيد الجديد محمد أحمد انبودو والآخر شكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ثقتهما به وأشاد بالعمل الذي أنجزه الوزير السابق وطالب الفنيين بتضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تنتظر قطاع البيئة وأكد التزامه ببدل المزيد من الجهود لحل كل الإشكاليات كما أكد حرصه بمساندة البرامج الرامية إلى حماية الأنظمة البيئية نشكرو السيد الرئيس إدريس دبيتنو والكالفاني في المشروضة المصول على ديپارتما بيئة والسيد برنامج حتى زيما تابينا في المشروض على ديپارتما كبير وإن دو برنامج كبير والحمد لله الدبارتما منظم بي تقنسيانا منظم دونا أشم إن شاء الله بالنزام الموجود على الدبارتما هو الإدارة زيما حسان جيشلتا المحلنا الوزير السابق وعقب حفل التسليم والتسلم فقد وقع الطرفان لمحضر التسليم المهم ومن جانبه الوزير الأمين العام للحكومة المكلف بالإصلاح النائب فقد دعا إلى ضرورة التقيد بلوائح العمل والانفتاح وفور استلامه مهمتي فقد عقد الوزير محمد أحمد انبودو مع الفنين والإدارين جلسة للتعارف وتبادل الآراء بشكل مبدئي موسيقى